بعد نجاح دورتين لسباق السيارات في مدينة العالمين تنطلق النسخة الثالثة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم المتحدة للخدمات الإعلامية في الفترة من 16 من أغسطس وحتى الرابع والعشرين في مهرجان العالم عالمين وأشهد منظم الفعالية بتطور طرق مدينة العالمين والبنية التحتية بها مما يساعد على تحولها لمضمار عالمي للسيارات والموتوسيكلات تشهد الفعالية 12 سباقا مختلفا بمشاركة 300 متسابق كما ستضم معرضا للسيارات والدرجات النارية والمراكب احنا بالنسبة لنا ده مشاركة من شركة مصر للتأمين في اتجاه جديد للمستقبل في مصر بشكل عام ان احنا مصر النهاردة النشاط الاقتصادي بتاع طول التاريخ اللي فات متركز في الوادي وفي الدلتا النهاردة احنا بنتجي للسحل الشمالي مش باعتباره مصيف ولكن كمان باعتباره مجال النشاط الاقتصادي للمستقبل فده تحول مصر التأمين هي عصرة التحولات الاقتصادية في مصر خلال التسعين سنة اللي فاتت وهي بتحتفل بداء انها تستمر كمان في معاصر التحول الاقتصادي وانه السحل الشمالي يكون مكان للتوجه الاقتصادي في المستقبل بإذن الله كل سنة بنزود حاجات مختلفة بنزود سباقات جديدة سباقات اول مرة تكون موجودة في مصر 22 كان اول مرة يكون عندنا توين دريفت 23 كان اول مرة يكون عندنا دراج ريس السنة دي 12 SEBAA ان شاء الله نقدر ان احنا برضو يكون عندنا حاجات مختلفة اكتر واكتر انا بشارك في بطلتين بطولة الكار فارك و بطولة التاندم دريفت شاركت سيزون اللي فات و السيزون اللي قبل الفات بالسيزون اللي فات كنت محقق مركز اول وبشارك دلوقتي في البطولتين برضو. فانا مرحب جدا 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 بالبطولة لان هي ما شاء الله نقلت السبعات في حيط التانية خالص يعني. دي المشاركة التالتة ليا. كان اول سباة 22. يعني من احلى سباة اللي ممكن تحضارها. اولا طبعا كما كان. التاني حاجة كلهم بارا هم صحابي. هيرفول جدا مش بيخليني محتاجين اي حاجة. واللقات مصير حلو قوي عشان بقى فيه اختر من السباة. فيه دريفت. فيه تون دريفت اللي عاربتين جنب بعض دي دريفت ومع بعض. فيه سبيد فيه رالي. فوفرول الاكسبنس متباح له قوي.